أطروا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين نبعث أخلص آيات التعازي والحزن والمآسي إلى مقام سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وإلى مقام مولانا صاحب العصر والزمان عج الله تعالى فرجه الشريف أرواحنا لتراب مقدمه الفدا كما نعزي مراجعنا العظام والأمة الإسلامية وجميع المؤمنين بمناسبة ذكرى استشهاد سيدنا ومولانا ومولى الموحدين أمير المؤمنين علي بن نائبي طالب عليه السلام ورزقنا الله إياكم شفاعته يوم المحشر وعظم الله جونا وأجوركم وإنا لله وإنا إليه راجعون جاء شهر رمضان من سنة أربعين للهجرة يحمل بين أحداثه أعظم فاجعة مرت على المسلمين بعد فقد نبيهم صلى الله عليه وآله هذه الفاجعة التي خطط لها أشقى الأشقياء عبد الرحمن بن ملجم المرادي لعنه الله في مكة مع نفر من أصحابه الخوارج الذين تعاهدوا أن يقتلوا كلا من أمير المؤمنين الإمام علي بن نائبي طالب عليه السلام ومعاوي بن نبي سفيان وعمر بن العاص لعنهم الله فكان الإمام أمير المؤمنين علي بن نبي طالب عليه السلام من حصة الشقي ابن ملجم لعنه الله الذي تكفل بإطفاء شمأة حياته الشريفة وتعاقدوا على ذلك وتوافقوا على الوفاء وتعدوا شهر رمضان في ليلة التسع عشر منه ثم تفرقوا ثم أقبل ابن ملجم لعنه الله بعد ذلك الاتفاق حتى قدم الكوفة فلقي بها أصحابه وكتمهم أمره وطوى عنهم ما تعاقده هو وأصحابه عليه بمكة من قتل أمير المؤمنين عليه السلام مخافة أن ينتشر الخبر وزار رجلا من أصحابه ذات يوم من بني تيم الرباب فصادف عنده قطام بنت أخضر تيمية من بني تيم الرباب وكان الإمام عليه السلام قتل أخاها وأباها بالنهروان وكانت من أجمل نساء أهل زمانها فلما رأاها شغف بها واشتد أجابه فخطبها فقالت له ما الذي تسمي لي من الصداق أو من الصداق فقال احتكمي ما بدى لك فقالت أحتكم عليك ثلاثة آلاف درهم ووصيفا وخادما وانتقتل علي بن أبي طالب عليه السلام وأنا طالب لك بعض من يساعدك في هذا ويقويك ثم بعثت إلى وردان بن مجالد من بني تيم الرباب فخبرته الخبر وسألته معاونة بن ملجم لعنه الله فتحمل لها ذلك وخرج بن ملجم فأتى رجلا من أشجع يقال له شبيب من بجرة وطلب منه المساعدة على قتل علي بن أبي طالب عليه السلام وكان شبيب على رأي الخوارج أيضا فقال له بن ملجم لعنه الله فقال له يا بن ملجم هبلتك الهبول لقد جئت شيئا إدى وكيف تقدر على ذلك فقال له بن ملجم نمكن له في المسجد الأعظم فإذا خرج لصلاة الفجر فتكنا به فإن قتلناه شفينا أنفسنا وادركنا ثأرنا فوافقه وأقبل معه حتى دخل المسجد الأعظم على قطامه وهي مؤتكفة في المسجد الأعظم قد ضربت عليها قبة وبينما إمام ابن أبي طالب عليه السلام في الليلة التاسع عشر كان في دار ابنته أم كلثوم فقدمت له فطورة فأكل قليلا وحمد الله كثيرا وأخذ في الصلاة والدعاء ولم يزل راكعا وساجدا ومبتهلا ومتضرعا إلى الله تعالى وكان يكثر الدخول والخروج وينظر إلى السماء ويقول هي والله الليلة التي وعدنيها حبيبي رسول الله ثم رقد هنيئة وانتبه وجعل يمسح وجهي بثوبه ونهض قائما على قدمه وهو يقول اللهم بارك لنا في لقائنا ثم صلى حتى ذهب بعض الليل وجلس للتعقيب ثم نامت عيناه وهو جالس فانتبه من نومه وخازم كلثوم قال لأولاده إني رأيت في هذه الليلة رؤيا هالتني وأريد أن أقصها عليكم قالوا وما هي قال إني رأيت الساعة رسول الله صلى الله عليه وآله في منامي وهو يقول لي يا أبا الحسن إنك قادم إلينا عن قريب يجيء إليك أشقاها فيخضب شيبتك من دم رأسك وأنا والله مشتاق إليك وأنت عندنا في العشر الأواخر من شهر شعب رمضان فهلم إلينا فما عندنا خير لك وأبقى وعندما خرج الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لإداء صلاة للفجر وخالفه أمير المؤمنين عليه السلام من الطريق فدخل المسجد فسبقه ابن ملجم فضربه بالسيف وأقبل حجر والناس يقولون ختل أمير المؤمنين ختل أمير المؤمنين عليه السلام فعندما ضرب ابن ملجم لعنه الله بالسيف على رأس المولى الإمام علي عليه السلام صاح جبريل في السماء تهدمت والله أركان الهدى وانطمست والله أعلام التقى وانفصلت والله العروة الوثقى قتل ابن عم المصطفى الوصي المجتبى قتل علي المرتضى قتله أشقى الأشقياء فهرأ الناس من كل مكان وهم ينادون وَا سَيِّدَاه وَا سَيِّدَاه وَا سَيِّدَاه تهدمت والله أركان الهدى انهدمت والله العروة الوثقى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قل لابن ملجم والأقدار غالبة وَا سَيِّدَاه هَدَمْتَ لِلدِّينِ وَالإِسْلَامِ أَرْكَانًا وَا سَيِّدَاهُمْ الْحَسُودِ لَهُ تَهَدَّمَتْ وَاللَّهُ أَرْكَانُ الْهُدَى ومن المعوائض التي تركها لنا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في ليلة جرحه قائلاً صُن دينك بدنياك تربحهما ولا تصن دنياك بدينك فتخسرهما سلام الله عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين كلما قلّبني الهم سأشكو يا علي كلما قلّبني الهم سأشكو يا حينما يهزمني الدم سأذكي يا في قيامي في قعودي سأنادي يا في جهادي وكفاحي أن تدرعي يا وإذا ما نالني الضعف بدربي سأنادي يا 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 والآن نترككم مع الحنجرة الحسينينة العذبة وهي تصف المؤامرة القذرة الجبانة لمحاولة قتل واستشهاد سيد الوصيين بأيدي أعداء الدين نترككم وسماحة الشيخ أحمد الأنصاري فليتفضل ببركة الصلاة على محمد وآل محمد الله وصلي على محمد وآل محمد إلى روح الأنبياء والأوصياء والشهداء والصالحين إلى أمات على وليه الإسلام لغضاء حوائجنا تعديل أمورنا ظهور ولي أمرنا من له حاجق لدنا الدعاء شفاء المرضى فك الأسرة أموات الحضور تعجيل الظهور رفع الهم والغم عن بلادنا عن مقدساتنا خاصة في النجف في كربلا في الكاظمين في سامراء في العراق في لبنان في إيران في أفغان في الخليج في الحرمين الشريفين سألين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجعلها ليلة من ليالي القدر لنا متقبلا بها دعاءنا ويتوددنا إليه بحق محمد وآله الطاهرين لمن قلدنا الدعاء الأخ ماجيد المالكي والراديود الحسيني جاسم الحاج جاسم أبو هبة وسيد علاء نسأل الله سبحانه وتعالى أبو فاطمة الياسر في العراق أيضا يخص الجميع بالدعاء وهو يدعو للجميع تحت قطبة الإمام الحسين عليه السلام سألين الله سبحانه وتعالى بالقبول للجميع و الليلة أحد الإخوان عند طلب وعن جد يعني هذا الطلب عزيز وفي مكانه ومحله وهو أن نذكر أبو طالب ب فاتحة الكتاب سورة ياسين سورة ما تقدر تسوي أبو طالب سلام الله عليه يعد من المؤسسين للشريعة الإسلامية المحمدية أكثر واحد في تاريخ الأمم ليس تاريخ الإسلام في تاريخ الأمم أكبر واحد أكثر واحد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أوذيته ما أوذي نبي كما أوذيت أبو طالب حتى فرصة ما صارت أن يقول هذه الفرصة لم يرها إلا من خلال إحراق دماء ذريته إلا من خلال إحراق الدماء تقريبا الشريعة المحمدية وحتى كربلاء وحتى إلى يومنا هذا من الأئمة عليه السلام كلهم مرجعهم أبو طالب سلام الله عليه فلمواقفه الشريفة و لمكانته العزيزة على رسول الله التي ما قام بها إنسان ولا قام بها أحد لأحد ولا وصي لمرسل ولا عم لابن أخ إلا أبو طالب عليه السلام الكرم والجود والإحسان والشجاعة والبطولة وكل ما هناك حتى يقال أنه كفرته المذاهب الأخرى من المذاهب الإسلامية واحد كتب كتاب جناية علي على أبيه موجود هذا الكتاب طبعا منذ عشرات السنين قبل ويجيب أشياء بحيث أنه جناية علي على أبيه لأنه مجرد علي ابن أبي طالب هكذا يصنع به ابن سفيان ابن آكلة الأكباد آكلة الأكباد تسمى صحابية ابن سفيان يأتي يضرب قبر حمزة برجله مناديا إيها يا حمزة ثم ينادي بني أمية تلقفوها يا بني أمية تلقف الكرة بين الأطفال في تلاعب الأطفال هذا يصير منين من الصحابة الطريد ابن الطريد صحابي زيان خال المسلمين خال المؤمنين الله يطيح حظا هذا يمتأج لعد الإسلام يمتأج يمتأك كتب ويمتأش هذا يصير خال المسلم محمد بن أبي بكر لأنه مع علي ما هو مسلم أكثر شيء من قتل علي توثق روايته ليش في العداء اللي موجود لهذا الليلة ليلة إحياء بذكرى أمير المؤمنين عليه السلام تجتمع فيها الفضائل والقداسة زمنيا مكانيا كتابيا شخصيا وقتيا عباديا شتريد الليلة موجودة ليالي القاد موجودة فيها هذه الأنوار وفيها هذه الصفات العظيمة وأيضا نذكر أمواتنا في هذه الليلة خاصة والدي الحاج أبو أمير رحمة الله عليهما فنسأل الله سبحانه وتعالى من هذه المجالس وهذه المناسبات الرمضانية يتغمد ويعطي ويمطر ويفيح على أمواتنا جميعا مع أمير المؤمنين عليه السلام داعين وسائلين ورافعين إليه الأيدي بالدعاء أن يترحم على أمواتنا لكي يكونوا في زمرته وممن يغفر لهم ولنا لنا ولهم بحق محمد وآله الطاهرين إلى روضة النبي والأمة المعصومين من مات على الولاية رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد نثلثها لأبي طالب عليه السلام وآل محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيد يا رسول الله يا حبيب الله وعلى وعلى آل كالمعصومين الميامين المنتجبين الطيبين الطيبين الطاهرين لا سيما من كان للرسول ولدان وللقرآن سندان وللإسلام عضدا وللشيعة كهفان ومعتمدا صبت الرسول وقرة عين البتول الغريب الغريب بلا ناصر شهيد العرقين الغريب بلا ناصر مولانا ومولى الكون بلا ناصر عبد الله الحسين يا حبيبي يا حبيبي يا طبيبي يا حسين نور عيني يا حسين يا ابن أمي يا حسين السلام على اسم الله الرضيم السلام على اسم الله الرضيم السلام على وجه الله المضيم السلام على جنب الله القوي وزينب وزينب السلام على وجه الله المضيم السلام على جنب الله القويم السلام على صراط الله السويم السلام على نور الله القويم وضيائه الأزهار وزينب 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 وامي المصاب صوابة يا ابو يا علي يا كنش دهبالي يا ابو يا علي يا كنش دهبالي يا هبتي وعزي والله يا هبتي وعزي والله يا ابو يا ناس غا والله يا ابو يا ناس غا وأنا معلم أبو يا دلالك وأنا معلم أبو يا دلالك وما شفتنا ذي الله بيالك يا علي يا بو يا عالي بو يا شلون والله يا عالي بو يا شلون يا عالي بو يا شلون يا عالي يا عالي يا عالي بو يا شلون دنيا البطولة قد حوتك كتابا عرفتك سيفا ما ألفت قرابا إن يعلو يعلو المجد عند بريقه أو ينثني في الحارب قط رقابا فكأنما الفقار في قطع الطلام كف لزارع يغطف الأعناب يا كف لزارع يغطف الأعناب يا من يسير إلى الحروب محرولا ما خاف قرن في الوغم أو هابا يا من صبغت العرض من عام العدى واليوم هامك يصبغ المحراب أنت الذي سيدي خذت خضابت سيفك بالدمان كيف أنثنت إلى السيوف خضابا لكنك الأسد الذي من طبعه لم يخشقت ثعالبا وذعابا اتخذوا من المحراب ساعة غفلة وويلة ومن الظلام مطية واركابا اتخذوا من المحراب ساعة غفلة ومن الظلام مطية واركاية غيابا فخرارت في المحراب صوتك هادر يا يأيق سما برب البيت حزت ثوايا يا ياب يا بايم وأتا يا إليك الصبط وحسنة وأتا إليك الصبط يسكب دمعة يا يفرع دماغ البسد كث يا 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 يابايا فانصاع يلطم وجهه في عولة يا أبتاك يومك للقلوب أذى يا يا يابايا حملوه 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 والأبطال تأنف أن تروم يا محمولة هو تعد ذاك معايا يا 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 من الذي رأت لا في لا فيل زينب مذرعته مخضبا وهو لا فيل زينب مذرعا يا 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 خير يا فيامل وسامت يا 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 ان girl يا 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 دماغه يا ابتا حزني الدني يا وفقدت من عظم المصا صوايا بصوايا باب آه نوح يا ناعي ودمع تكسي الغاب أوصيح طاح اللي يفحامد خير طاح والدنيا الفقداء مظلمين وهل بيتا تغيل دمعتهم دمام ولم لاك تنوح لجلاب السماء يتودى تبدل بنوح وبشاة تهليل غاب تبدل التهليل من غاب العوين لجلاب الحسنين حماي الدخي ويل قلبي من وقاع دم ما يسير فيض المحراب واش بأس يلغى فيض المحراب دم وحامت غدت نصين وتحنت شابت وضجت الأملاك الغال وقع تايا وصاح واعول بالسماء جبريل صاح طاح الدين ينركن ونغدم يا يراسب الحسنين الصيم يا نين جسام من سمع صوت الحسن دمعا سجم صرخ ومكلثوم زاد عويل اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ظللت في ديني اللهم كون شكرا خوات والله وقع تدات وعاود لحجتك وداع وما بد ذلك fought 1 وتدينا المعينة حتى تذكرها تجاوها وتمجعهم فيها قويلا برحمة الله يا رحمة الله الليلة ليلة القدر في ليالي القدر الثلاث عند العرفاء أكو بحث ويناسب الكل لو قبل الإنسان هذه المعارف يقولون ينال بها ليلة القدر من جملة الأمور التي في عرفان آل محمد في معرفة آل محمد للإنسان يقولون يجب على الإنسان السالك في طريق الله بداية أن ينظر إلى نفسه فيختلي من كل شيء شين بالحواس الخمسة بالحواس الباطنية بالعقل بالقلب حتى يصفو فإذا كان هذا الباب يسمون تخليا عندهم تتجلى فيه الأنوار يضربون مثل يقولون شايف المرآة أسه بالسيارة بالبيت عندك مراية وعليها تراب ما تسوي أول؟ أول شيء يجي الإنسان يمسح يجي يزيح منها هذا الغبار فكذلك نفسه الإنسان لهذا يقولون الليلة الأولى من ليالي القدر هي مسح النفس هي تخلية النفس شلو أنا أخلي نفسي؟ اتنين تروح هذه يقولون الإنسان عنده غرائز وعنده صفات فالغرائز التي أغرزت فيه كل واحد نبي وصيء للعازم إنسان طاهر طيب أو إنسان فاجر فاسق هاي الغرائز فيه غريزة الشهوة غريزة الأكل غريزة حب المال غريزة حب الأولاد غريزة غريزة إلى ما هنالك من الغرائز بعضهم يقولون لا تعد ولا تقصى لأنه ممكن في هذا الإنسان غرائزة الكذائية أكثر أو تظهر عنده لكن موجودة حتى غريزة الكذب بعض يقولون إنها غريزة وليست بالصفة لكن إذا تلاعد يتصف بها الإنسان الغريزة تنبت وتأتي للإنسان بعض يقول بعض يقول الصفات أو الحالات أو الغرائز تأتي معه عند إنعقاد النطفة وبعض يقولون هذه الغرائز بعضها تأخذ من الأبوين شئت أم أبيت بعض يقولون صحيح بعض الغرائز تأخذ من الأبوين لكن التعليم، التربية، الاتجاه، اللجوء إلى معلم، إلى دستور، إلى كتاب، إلى قانون، إلى أخلاق، إلى إباء، إلى وطن، إلى معرفة، إلى صفوف، إلى دراسة في الإنسان أنه يغير الغرائز موجودة حتى في الأنبياء غريزة الكذب هي تبدأ بالطفل حينما يكون ثلاث أو أربع سنين تبدأ ويكثر ويكثر من الكذب ليس أنه يريد أن يتحمد لا، لأنه يقولون القوة من جملة القوة الباطنية لهذه الغرائز الخيال فبالخيال الطفل يتخيل فتخيله بعض الأحيان يبقى على ظهوره وظاهره لهذا ليشوفه بخياله ممكن يحكيه له وهذا الباب ما نريد ندخل فيه بس الشاهد فقريزة الكذب موجودة حتى عند الأوصياء الأنبياء لكن هؤلاء بتروها ولم يظهروها أو أبدلوها إلى الخير يعني موجودة، الطاقة موجودة لكن ما يسووها لهذا كل مؤمن أيضا يقدر تعالى لعد سلمان عليه السلام سلمان يصنع مثل ما يقول هذا الزنبيل اللي يسوو سلة يجيب مجموعة من هذه الحشائش ومن الشجر من الأوراق من الأمور هذه ويصنع فوين يجي يبيعها؟ تعرف سلمان من المحمرين؟ سلمان لما يجي دخل الإسلام عمره يقولون فوق 330 سنة كان أو ثلاثمائة وأربعين سنة ثلاثمائة وثلاثين أربعين سنة بهم يقولون مئتين وسبعين سنة أو مئتين وخمسة وسبعين سنة وتوفى يعني قبل ما يجي النبي للدنيا وأثر هذا الباب حادثة حدثت مع أبيه هو كان يعترض أبوه لأنه أبوه كان الموبد موبد الموبدان شلون نقول عالم العلماء مرجع العلماء هم عبدة النار عندهم الموبد الموبد يعني اللي عنده درجة علمية عقدية وهس هم موجودين الآن هم يحج إليهم حجهم تقريبا من الثمانمائة وخمسين ألف إلى المليون ومئتين ثلاثمية موجودة في إيران في مدينة يزد ويذهبون من كل مكان من أمريكا من كندا من شرق وغرب يذهبون إلى هناك وعندهم هذا الموسم فهذا الموبد أو الموبد الموبدان يعني رئيس العلماء مالينهم كان أبو سلمان فقل أنا لقد كبرت وكان عمره يقولون بالسبعة عشر سلمان بالعشرينات مثلا أو بالحقد الثاني من عمره قال بني إن الموت قد دنى مني فأريدك أن تتعلم حتى أنت تكون مكاني كأنما أكو وراثة كانت فأخذ يتحاجج مع أبيه ما يجوا وقال ليه خلص الناس كلا تسجد لك وكلا تأخذ بإيدة تبوس إيدة قال لنا بس هذا الشيء اللي أنت تسويه مو صحيح اشتد الخناق بينه وبين أبيه حيث أمر أبوه أن يسجنه وين يسجنه؟ يسجنه بدار السباع دار السباع كانت آنذاك من دور الظلم أو من دور العقاب عبرون عنها كثير من الأنبياء دخلوا هذه مثل دانيال عليه السلام مثل حزقيل سلام الله عليه زمن بخت النصر وغيره فالدول قبل الإسلام حتى الدول بعد الإسلام كانت تستفيد الدولة العباسية ذات شوف عرضوا الإمام الكاظم عليه السلام وأنزلوه قال لها الرشيد اللارشيد قال لها أني أود أن أرى كيف هذه السباع الجائعة لا تأكل ذرية فاطمة وعليه قال أنا أنزل بل كتأخلص منه السباع تجوع سبعة أيام هي العثل الثيام تقدر الطيق يقولون سبعة أيام أو ثمانة أيام تطلع من الخطة فأنزلوا الإمام سلام الله عليه لعد هذه السباع وهذه تفترسه لمن يفترسه ألد الأعداء لهم عقيدها مو الله سرق وكذا لا لا اللي يزاحمهم على الحكم ينزلون عليها فتأكله بعظامه ما يظل شيء حسد فالإمام الكاظم عليه السلام لما نزلوه نفس الشيء وإذن بالأسود بدل أن تأكل أخذت تتمرق وتتمضرح بين يديه كأنها تقول سيدي هل تأمرنا بشيء فسمع أو رأى الرشيد قالوا لأ أردت المعيب فعيب عليك أنت ردي تتعيب الإمام وأنه الإمام تاكل السباع وتخلص منه هس خلصك أنت هو يم السباع وأنت النوكلة قال نعم ليش قال كل من رأى قتله حتى لا يشيع الخبر إلا إذا كان منه خذوا عليه الميثاق وطلع الخبر ومنه هو طلع من صاحب دار السباع طلع أنه قربنا السباع لموسى الكاظم فبدل أن تأكله كانت تتمرحب بين يديه ويمسح عليها بابو هذا عقيدتك لا تخاف أنت اليوم ما مطينك عقيدة بله ياهو ليتشيكها إلك ياهو ليوقعها إلك ياهو ليشوفها إلك بله الوهابين راضين ستين سنة لا يغضون بله المذاهب الأخرى ترضى وانا يهمالتي يدخلون ببيتك هم قالوا لك لا تأكل هذا لا تشرب هذا ليش من تجل عد العقيدة تطزمها ما أكل عداده ذاك عقيدتك والنبي هاي شنه بابا شنه هاي القضية حتى كثير مستكثرها كلب من كلاب الله ما أكله عبدا من عباد الله لكن إحنا لما نريد نجيب به نقول التأثير كيف وهل بقت في محمد والله حتى في غيرهم وحتى قبلهم من الأنبياء من الأوصية ومن المؤمنين أمثال سلمان فلما أودعه في دار السباع يومين ثلاثة إلى سبعة أيام حتى منع ونفس الشيء يحكونها عن الخضر عليه السلام الخضر نفس الشيء يقولون لما أبوه رادي يخليه ما قبل منه ليش يقولون للعبد الصالح فمن يعتقد أنه ليس بنبي ولكنه عبد صالح يقولون من هذا الباب أن أباه ما كان مؤمنا بالتوحيد لذي يقولون للعبد الصالح ما قالوا لنبي هذا اختلاف فيه الجماعة اللي يقولون العبد الصالح سبعه يقولون لربما كان عمه أو خاله الذي توكل به أو الذي توصى به مثل إبراهيم سلام الله عليه زين يقولون فأمر ببناء غرفة صغيرة في قاعة القصر حتى هو يشرف عليها والمفتاح اللي يخلوا للباب بيده وأخذه فمن بعد اليوم السابع يجوا وما لقوا الخضر قالوا المفتاح بيده شوفوا الباب مكسور لا وما مكسور وإذن يرون شقا في الجدار فخرج من الجدار مشوا كل ما يضع قدمه على الأرض هذه الأخشاب الأعواد هذه الأشياء البالية لما كان همزمن ربيع مثل ما يقول فكانت هذه تخضر لهذا سمي بالخضر أينما يقع قدمه تخضر الأرض منه حتى دخل أو صار الفاصل نهرا فما دروا ببعدو الرح هذا الشيء اللي أدني زين سلمان عليه السلام يقول أخذ يناجي ربه قروايات عجيبة غريبة حتى سعد أمير المؤمنين عليه السلام لما يقول كنا في الأنوار أو كنا نتلو القرآن أو كان يتلو علينا ربنا القرآن في صورة طه وياسين وووو زين كانوا أنوارا بعرشه محدقين آدم عليه السلام آدم عليه السلام وعلم آدم الأسماء كلها فعرضهم على الملائكة هنا ما عندنا مشكلة أنه الأسماء فقال أنبئوني هنا يجي المصب في بلاغة العرب فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء لما قال هؤلاء يعني العقلاء مو كل واحد مو هؤلاء الأشياء قال هؤلاء تقصد يقصد منها العقلاء قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا نحن ما نعرف فقال يا آدم أنبئهم بأسماء هؤلاء ذول المحدقين بعرشه فقال محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وهذا الحديث موجود في رواياتنا ومشكلتنا صارت في رواياتنا ونحن نقرب الغير بس من باب التأكيد والتأييد للبعض فسلمان عليه السلام يقول بالليل يتطلع بالسماء ويقول اللهم بحق هذه السماء المرتفعة عن الأرض وبحق هذه النجوم البارزة ويدعو بما يعرف هو يقول فرأيت جاء إلي فارسا فاستنغذني مد يده وهو على فرسه وأنا في دار السباع في هذه الحفرة فأخرجني قلت أخرجتني إلى أين أذهب قال اذهب تجاه كذا عند الجبال فترى عابدا ذالية العبد ذاك ابقى معه كل عبد ظلوا يا شكثر خمسين سنة ستين سنة ست عباد إلى أن إجى ودخل المدينة وبدخوله المدينة اشتراه اشترته يهودية يهودية والنبي صلى الله عليه عليه وسلم يأتي لأنه أودع في البستان وكان ينطي نظر لكل شيء بالزراعة بالكذا اعتزت فيه لما دخل البستان مجموعة من الصحابة جاب لهم طبق من التمر هذا صدق النبي وأمير المؤمنين ما أكلوا يجب طبق آخر هذا هدية أكلوا فكان يترصد لأنه كل واحد من ذول العباد يشوفهم أهل الدير أهل الديور الذي كان عندهم يدعه إلى دير آخر لكن الأخير قال أما أوصاك أما قال لك صاحب الدير السابق نعم سيظهر من يخلص العالم من يخلص وإحنا نفس الشيء إحنا نفس الشيء سيظهر إن شاء الله صاحبنا ويخلصنا مما نحن فيه من هذه النفوس البالية والمتعبة مما نراه من حولنا زيان فسبحان الله يقل الأخير لا من أوكلك إليه أو أوديعك عنده أنا راح أموت وانت راح تروح ويوصف للطريق يقل لها بس تعاني ما تعاني دخل النبي على اليودية قال هل تبيعين هذا هذا وما هو عبد الجماعة اللي أخذوا قالهم دلوني على الطريق وأخدمكم من المشركين كانوا من العرب فباعوا قدعوا أنه وما عنده أحد فالنبي صلى الله عليه وسلم عن الإمام الرضا والإمام الصادق عليه السلام يقول ولقد اشتراه النبي بمال المسلمين اشتراه لهم اشتراه بفلوس قالت لها أريدا إذا أنت مو نبي تقول لها عند النبي نعم إذن هذا الوادي يصير نخيل يورق ويكون فيه الرطب والتمر هذا ريدنا كذا فالنبي صلى الله عليه وسلم بما أكلون أصحابه من التمر فكان النوى قرأ عليه الشيء قال ازرعوه كل واحد يأخذ له مثل ما يقول خط منه ويمشي لمن ما يخلص ثم جاء جبرائيل مسحة بجناحي عليها سقاها أمير المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم أورقت أينعت أثمرت قيل لها هذا ما أردتي فعطينا ما نريد قالت والله نخلة واحدة خير منه ومن معه فالجاوب النبي قال والله لو طلبت مني أن أزرع أرض نخيلا لأجل هذا لزرعتها أنت هم تدري هذا الحاج شنه هذه قبلية الإنسان زين ما عنده غريزة ما عنده شيء ما فيه سلمان لا فيه زين هذه الليلة الليلة الأولى من ليالي القادر كن نخلي أنفسنا كن نكون سلمانيين محمدين لهذا عدنا رواية عن الأئمة عليهم السلام من قال سلمان الفارس قاصدا بفرسيته فإنه محاسب يوم القيامة قولوا سلمان المحمد يعني أكثر من هاي شدري صفة يعني يقول كونت وصفونا بأوصاف ياهو أوصاف النبي النبي شو سمى شو الصفة سلمان ابن عبدت النيران وصفه النبي بسلمان المحمدي بالله احنا الليلة فين نصير محمديين إن شاء الله فين نصير علويين فين نصير فاطميين فين نصير حسنيين فين نصير حسينيين فين نصير زينبيين فين نصير مهدويين بالله يا من إن نقدر نصيرها ش تريد هذه هذه ش تريد تريد الإنسان أنه يتخلى من الذنبس وحينما يتخل بكيف بأستغفر الله ربي وأتوله وحدة ولا وحدة أستغفر الله ربي وأتوله معدد بالصلاة على محمد وآل محمد كما يقول الشيخ الباجة يقول من صلى على محمد وآل محمد فإنها تنور القلوب وتحطم الذنوب أنا كان عندي أحد الأساتذة أستخير عنده بعض الأحيان أستخار قال لي شيخنا ما أقدر أسوي صلواته أنا مجهز حالي يوميا لـ 15-20 صار قلت لهم أنا الصلوات نطلع بها قبل المسبحة ما تلحق بنا قال لي بس أنا صلواتي تختلف مني ريدي أسوي صلوات كأن ما في حرب في هجوم يخرج أعداء ويدخل أصحاب الحالة تتغير مالته هاي الصلاة على محمد لها تأثيره نعم قال لي استغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا مو؟ صورة نوح عليه السلام نوحي قل لي عد ربعة قل لي عد جماعة استغفروا الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا شوف أول شيء السماء المدرار مو مو مطر المدرار ما ينقطع مو شتا وتنغع يقولون حتى القطرة يعني متواصلة مثل النربش على ما يقول اللبنانيين مثل الصندة مثل ما نقول إحنا زين فهكذا يأتي هذا الاستغفار هكذا يصنع بالإنسان والليلة ليلة الاستغفار بالله نقدر يوم ما نقدر لهذا جهزت هذه الليلة أو هذه الليال جهزت بفداء أمير المؤمنين جهزت بضربة أمير المؤمنين جهزت بحالة من حالات أمير المؤمنين عليه السلام هذا مولود الكعبة سبق أمير المؤمنين أحد واحد همولد بالكعبة شوف الوهابين يشقدم طلعين جيبوا لك واحد لا لذي لا رأس زين قلنا قبول طلعونا يا داخل من الجدار ومو هو الدخل الأم تدخل زين طلعونا يا بكتبكم وبقصصكم وبرواياتكم وبسيركم حول الكعبة تقولون ولقد كان الباب مقفولا لا يفتح لمدة ثلاثة مرة حامل تضع لا أكل لا شرب شلون عاشت حتى في الخروج عندنا روايات ولم تخرج من باب الكعبة بل إنما كلما توجهت إلى الباب وديره بوجهها إلى الجدار فخرجت من الجدار انشقه وخرجت ولم تعلو انشقاق الجدار غبرة ليش ما تعتزب هذا أني أنت ليش ما هل أنه إذا قلت بهذا الخبر رفعت علي بن أبي طالب أو أنت ارتفع لا أنت ارتفع لما أذكر هذا يعني أنا مرفوع أنه عندي هذا المعتقد والإنسان اللي يصلح نفسه هو مو أقل من سلمان علي بن أبي طالب محمد خمو أقل المعاجز لا تقول القطعة ما لتأمير لا 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 بعض الأحيان قلبك ينكسر وشوف بدعاء شي يسوي دعاء الأم مستجاب دعاء الوالدين مستجاب ما قالوا النبي بس لا لا حتى الآن ما قالوا للمسلم الشيعي لا لا كل أحد حتى الكافر إن دعا له والده مستجاب الدعاء الدعاء هذه طبيعته هذا الليلة ليلة الدعاء هذه الأيام أيام الدعاء هذه الساعات ساعات الدعاء الولادة في الكعبة التربية المعيشة بعد سنتين أقل يقولون ثمانطعش شهر سنتين يقولون سنتين ونص يأخذ رسول الله يعمل ليش خذ رسول الله يقولون لأنه أبو طالب ما كان عنده خبز كان يسقي الحج الحجيج ويؤويهم لكن لعد أولادة ما كان عنده نام ساكتين ليش نقولي لا عم أكو خفلسفة أخرى أكو حكم أخرى ديج هم يتكلم بيها أنه أمر إلهي على هذا البيت أنه كون علي يجي يقول وكان ينيمني كان يضعني بيني وبين أم المؤمنين أم خديجة أكو مراودة بين الأمين بين فاطمة بنت أسد أمومتها لرسول الله وبين خديجة أمومتها لعلي بن أبي طالب طفل بسنتين يقول والله كان يضطجعني بيني وبين أمي خديجة قلت لك قبل كم يوم قال بالحديث اليوم اللي هم نطرحها خديجة أول من آمنت برسول الله وأول من آمنت بإمامة وولاية علي بن أبي طالب عليه السلام لما رأته بابا هذا الدور كون ينفحص كون ندخل عليه كون نشوف هذا لهذا يتربى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي بعظمتها قال يا ابن عم أخي نور عيني قال نعم سيدي قال أتسلم وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هم على الدين الحنيفية ما عندنا مشكلة بهذا ما هو مثل الذي قال له أنا قال نعم بس دعني أفكر دعني الليلة أول قال له دعني أفكر وأستشير أبي بللي الأمير المؤمنين قاعد يقول يفكر هل أنه لما أراد الله أن يخلقني فتشاور مع أبي أم مع أمي ما كانت مشورة فجاء مسلما على رسول لهذا أول من أول من أسلم أو أعلن الإسلام هو أمير المؤمنين عليه السلام بعد شهادته في بيت الله ادنا أربع مساجد ذن المساجد لهم خصوصيات لها خصوصيات من جملة هذه المساجد بيت الله الحرام ومسجد النبي بعد بيت المقدس بعد مسجد الكوفة حسن نتروح لعد مسجد الكوفة تلقى بي مكانات للعبادة من آدم ويهو مصفرة مو بالقوترة جاي من آدم إلى نوح هنا مقام آدم نوح إبراهيم موسى الأنبياء يجيبهم كلهم هؤلاء الذين صلوا في هذا المسجد صلوا هاي الصلاة شنه تحية المسجد صلوا هذه الصلاة للمكان الذي يحكم الناس ها للدولة المهدوية التي يقوم صاحبها هناك من تجي حتى لعد الصلاة أدنى حديث فيها وعدنا أشياء فيها كثيرة لهذا صلوا الصلاة وقيل لهم إنه ها هنا ها هنا لهذا يكون دولة الإمام المهدي في الكوفة وبعد ومناجاته أو حياته العبادية في النجف فاصل بين النجف والكوفة شنه شارع مو ومو بالكيلوات الآن متصلات يقول فهناك بيتوتته وهنا حكومته هذا المسجد من جملة المساجد التي أو من جملة الأمكنة لأنه يأتي دور مكان الحسين عليه السلام وعدنا روايات كل مكانات الأئمة كل مقامات الأئمة يجوز أن يصلي الإنسان بها مجموعة من علماء من المجتهدين من المراجع يقولون يجوز أنه يتم أو يقصر بالصلاة من هذا جامع الكوفة بعد لما يكون بجامع الكوفة جامع الكوفة عنده زوايا خاصة أفضل الجوامع أفضل مكان في المسجد هو المحراب أفضل مكان بالمسجد المحراب اللي من هناك تنطلق ياهي صيغة المسجد لما تريد يتوقف المسجد وتقول يقولون وين المحراب يقف هناك أو يقولون هذا المحراب ويعين المحراب هو هل المكان محرب أو محراب أو آلة الحرب مثل منشار وهنا الأدباء يطلعون بأشياء عجيبة غريبة ويذكرون أمور أخرى زين لما يستشهد يستشهد بالمسجد ومن المسجد وين بالمحراب زين لما يستشهد بالمحراب تعال لعد الزمان والعد المكان الأدق والأكثر لما يستشهد يستشهد في أغلى عبادة لله وهي الصلاة ومن الصلاة أدنى أمومة للصلاة أدنى مفتاح للصلاة ياهي هذه صلاة الصبح ركعتان إن قبلتا قبل ما سواها أدنى رواية ركعتان إن أقامهما العبد في عمره فإنه من أهل الجنة وحدة منهم يقولون هذا المسجد ليصلي به احتمال أنه كلها تقبل وحدة منهم يقولون لا بابا يأخذون من كل وحدة هذا حرف هذا كلمة هذا حالة هذا ركوع هذه السجود ويحسبون لعدها السبعين سنة اللي صليت كالمدرعة وكالعباء المخزأة والمرقعة وبعض الأحيان ما تصير إذن بيمن علامة المؤمن ركعتين من صلاته تدخله الجنة يقول لما ما تصير تجي ولاية آل محمد ولاية آل محمد تدخلك الجنة عقائدنا ها خلينا شوية ندخل بعناوين هاي فمن هاي الصلاة يا سعى لي أو يا لحظة لي أو يا حالة لي أو يا واجب اللي أو يا فصل اللي يقبل منها أكثر السجود الشيخ الباجة رضوان الله تعالى عليه كنا في بحث الصلاة عنده كان يتحدث ويتكلم حول السجود هاي بعد مشافهة مثل ما يقول بالصف هكذا قال قال وفضيلة السجود للإنسان أنه يضع أعلى مكان من جسمه وهو جبينه يضعه إلى أدنى ما يضعه من جسمه وهو كف قدمه يعني تشيل راسك تحطه مكان قدمك إلما لله فيقول هذه الحالة لو انتبه إلى الإنسان أنه من أعلى إلى الأدنى لله فالصلاة تتغير والسجود يتغير أمير المؤمنين يقتل بهذه الحالة وبالركعة الثانية أيضا هي عدة تدبير أنه الركعة الأولى إقرار والركعة الثانية تكون إدرار من الله يدر عليك الخير يدر عليك العبادة الصحيحة يدر عليك الفكر العبادي وهذا الباب يعني مو زين بعد يقول لا مو بس هذه أولا الشهر الذي قتل فيه هو أفضل الشهور لما يجلعد أفضل الشهور أيامه أفضل الأيام ليالي أفضل الليالي نومكم فيه تسبيح يعني نبين على أنه الأشهر الأخرى نومكم فيه عبادة أنفاسكم فيه تسبيح هذا الشهر اللي يعني كل شيء كان فيه علي عبادة كل شيء كان فيه علي في استشهاده في أمير المؤمنين عليه السلام يختلف عن الأجواء كلها كلها لهذا النبي أكو حديث عندنا يقول قال دخل عليه أمير المؤمنين عليه السلام قال سيدي أدعو لي نظر إليه أمير المؤمنين نظر إليه النبي ورفع يديه متطلعا إلى السماء رافعا يديه وإذن به يقول يا علي نجني بحق علي يا علي يعني يا علي يا الله نجني بحق علي هذه الرواية اللي يقولون علمها لأمير المؤمنين قبل هجرته تعرف الهجرة شلون صارت أمير المؤمنين نائم بالفراش منام بالفراش يقول عاد إجوا جماعة شكطر فوق الأربعين كلهم شاكين السلاح وكلهم أرادوا ضربة واحدة يوجهوها للنائم وهو أمير المؤمنين فشالوا الغطل يقول أمير المؤمنين تركوا لا ما تركوا وقليل هذه الرواية تذكر فكبلوه وأخذوه وسجنوه سجن أمير المؤمنين لمدة ثلاثة أيام بعد هجرة النبي فيقول أدلى بيديه إلى السماء يا علي نجني بحق علي تفككت الأغلال وخرج ولم يدانيه أحد امتشط سيفه أخذ الفواطم وخرج خرجوا من بعده قال من لم يرجع وأبى الرجوع فهذا له مجرد إشارة لا ضرب ولا شيء وش كطر كان عمره 21-22 لم يدنوا الأبطال منه بعد في ليلة القدر في ليلة القدر يضرب وفي الليلة الثانية يستشهد من ليالي القدر اللي هي 21 وفي الليلة الثالثة يدفن أمير المؤمن عليه تجي لعد واحد أجلكم الله لا يعرف رأسه من ذياله يتبجح ويمدح قاتل أمير المؤمنين ويقول فيه أشعار والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في علي بن أبي طالب عليه السلام يقول في جمع من أصحابه سلام الله عليه ذات يوم قريكم آدم في علمه ونوح في فهمه وإبراهيم في حكمته فلم يكن بأسرع من أن طلع علي عليه السلام فقال أبو بكر يا رسول الله لقد وصفت رجلاً بثلاث من الرسل بخٍ لهذا الرجل من هو يا رسول الله قال صلى الله عليه وآله وسلم أولا تعرفه يا أبا بكر قال أبو بكر الله ورسوله أعلم قال النبي هو أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال أبو بكر بخٍ بخٍ لك يا أبا الحسن وأين مثلك يا أبا الحسن هذا كتاب الخوارزمي اللي منهم هم ومن جماعتهم الذي يذكرون هذا الأمر في شأن أمير المؤمنين عليه السلام ونرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه وآله وسلم في حديثٍ آخر وهو يقول قال رسول الله الراوي يقول قال رسول الله النظر إلى وجه عليٍ عبادة وذكر عليٍ عبادة وهذه حتى مروية عن أم المسلمين وفي كتاب كفاية الطالب للكنج الشافعي بسنده أن النبي قال إن الله جعل لأخي علي بن أبي طالب عليه السلام فضائل لا تحصى كثرةً فمن ذكر فضيلة من فضائله مقراً بها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن كتب فضيلةً من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتاب رسم ومن استمع إلى فضيلة من فضائله ومن استمع إلى فضيلة من فضائله غفر الله له البنوب التي اكتسبها بالاستماع هذه الأشياء التي تذكر في أمير المؤمنين عليه السلام وهو في مثل هذه الليلة سلام الله عليه نراه كما ذكر وذكر لنا الحاج في مثل هذه الليلة في شأن أمير المؤمنين عليه السلام وإذا تجي لعدل العلماء من غير المسلمين مثل توماس كارل لايل يقول أنه خارج عن طاقتنا واستطاعتنا ألا نحب علي لأنه رجلاً عظيماً له روح سامية وتسيل من وجدانه الطيبات ومن قلبه الشجاعة والبسالة ثم تجي لعدل شجاعة أمير المؤمنين تحير عن جد تحير وأنا بعد ما أطيل بس هذه الصفة التي تكون عندي وعندك هل كانت كالغريزة والصفة تلتحق بالإنسان من بعد هل تكسب الصفات أو لا بحث حتى عند الفلاسفة موجودة يقولون الصفات لها موطن في النفس وبهم يقولون لا ربما لم تكن لكن صارت الصفة صفة الكرم صفة العبادة صفة صفة إذا ما هناك شي تريد من الصفة الشجاعة بعض الأحيان نقول فلان شجاع لأنه حارب لأنه قتل لأنه وقف لأنه له مواقف لكن بالله عليك تعال لعد صفة من الشجاعة مو الشجاعة كلها ياريت من الشجاعة رجاء أن شيل إيدك كرافع سيف وأنزلها بسرعة شقد تطول شيلها وحط شيل إيدك وحط شقد تطول جزء من ثانية غير هذا الجزء من ثانية بأي شيء يقاس بأي شيء يقاس علي بن أبي طالب اترك عبادته اترك كرمة اترك إباءة اترك علمة اترك أنه من رسول الله اترك أنه نفس رسول الله اترك أنه زوج البتول هذه رفعة اليد بسيف ويخمدها في جسمي كافر ومشرك هذه اللحظة اللي ما تطول ثانية من الوقت أقل من ثانية وهي ضربة عليك ومو أنا وإنت أنا وإنت ممكن نتطول لنا شيء من الثانية عشر عشرين أمير المؤمنين عليه السلام في هذا البريق الذي يبرقه وهذا الإنسان في رواية أنه ضربه على ساقه أو على فخذه قطعها وهو لا يعلم أن رجله أو قدمه انقطعت لم يعلم فتبسم الإمام قال وأين ضربتك يا ابن أخ يا ابن أبي طالب قال حرك رجلك طاحة الرجل شال رجلة ضرب بها أمير المؤمنين تسمى أمير المؤمنين هو شقل قال سبحانه طلب مننا أمير المؤمنين ما هو ما القتال جاي يقاتل ويحب الحرب لا لا بس إذا يكون الحرب لا يفر مجال أبو سفيان بارحة ذكرت قل يا ابن أبي طالب يا ابن أخ ثر واخذ بحقك وأنا أجعل لك الخيل والرجال تمدك أمدك بالخيل والرجال شقل قال قال كف عن أيها الطليق كف عن والله لو اجتمعت علي العرب وفي رواية لو اجتمعت علي الإنس من الشرق والقرب لما وليت عنها مدبرة شو تدحشو أمير المؤمنين أي شجاع يقابله لهذا وين يقابلونه وياه القابله ما حد قدر يقابله لا في زمن شبوبته ولا في حتى أوساط عمره ولا حتى في كهولته ولا ولا لكن لما يكون بين يدي عم يردون يخيطون الجرح ما لم يخليهم إنه بشيق لهم ويقولون هاي إحدى الأشياء التي دست هؤلاء الخوارج أنه لا يطيقون أن ينالوا من علي إلا في صرح قال دعوه يصلي واصنعوا فيه ما شئتم هذا الجرح اللي تردون يقول كان يصلي شالوا السهم اللي بالجسم شالوا وخاطوا وسكروا وأمير المؤمنين لم يتحرك وهو مشغول بصلاته طيب مو من أنا وأنت لا لا زين فأمير المؤمنين بلحظة واحدة هنا أريد أقول لك رواية ورجاء أنا احتفظ بيها ذكرتها في في المحاضرة وفي المقولة لعد الإخوان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج أمير أولا هو لما قام ينادي ولقد بححت من الندى علم مبارس كلها هنا أكو طريقين للأصحاب واحد من الطرق يقول إجاوا كم واحد يقولون هذا ابن عبد عمر والله سيهجم علينا ويقتلنا فردا فردا قالوا ما الخبر شنسو قال خير شيء أراه أن نكبل النبي ونعطيه إياه تسامع بها أن نؤسر النبي ونعطيه أسيرا حتى يكف عن قتلنا وإجا يقول إجا أمير المؤمنين دقري لك لها هذك من تروح للحرم هنا هك قل لها بحق دقات قدميك الشريفتين التي أرعبت قلب كل ذليل وكل منافق وكل كافر ومشرك وكل كذاب يقول وإذن بهدير الأرض عمي إذا يمك ويمك على الخشب يمشي على جسر يمشي يسمع هو هذا بنفسه يقول ولقد سمعنا هدير الأرض يطأها بطل يطأها رجل يحبه الله وإذن به يأتي يصل هناك والنبي يقول يصف النبي والله من تكفل له أنا أتكفل له الجنة أنا أعطيه عجيبة فضل الجهاد يا رسول الله لي يقول لم هذا وهذه الجماعة قاموا يخوفون جماعتي فقال بعدما خطب في الجهاد قال من لهذا وأنا أضمن له الجنة في أعلاها في أسداها في في رفع يده أمير المؤمنين قال سيدي أتأذن لي قال اجلس يا علي غيرك لربما ولا واحد واسم نقول هاي نطينا شجاعة لا لا أريد أقول لك أنا وإنت شقد نقبل شقد عندنا بهذا شقد عندنا اتصال بهذا الشجاح زين إلى أن بالثالثة النبي عنده مقولتين مقولة وكلمة في علي وبنفس الجملة في عمر بن عبد داود شي يقول برز الإيمان كله على الشرك كله إيمان وشرك يبرز علي بن أبي طالب عليه السلام زين يأتي إلى أمير المؤمنين إيش سوى وتجا يتحارب مولا دكت له خلص بحد عشائرين وما عندنا لما يأتي يعرف يقول كأن ما شك به أدلى بك ابن عمك للموت يا علي والله عزيز علي أن أراك قتيلا شي يقول لكن لكن أنا أحب أن أراك قتيلا قال بعدك شاب أنت هس مثل ما يقول حالة زواج وأطفال وكذا عندك مستقبل قال لكن وددت أن أقتلك هذا يحجي وين يقول من شاف هذا الكلام من علي بن أبي طالب فارتجف ارتعدت فرائصه الأمير سلام الله عليه قال له وهو تعرف شلون هذا الخندق ترى مو نهر جارية وساقية لا الخندق خمس ستة متار العمق ما لا ست سبع متار العرض ما لا يحفرون ويومين والمكان اللي يحص عليهم الحجر اللي يحص عليهم يدعون رسول الله فيضربه بالمعوال فيتطشر يتهدم ينفجر ما يظلم منه شيء الحجر الصلب الصلد يصير طحين مثل ما يقول يصير تراب فعبر هذا شنه من فرس عنده شنه من هالحصان شنه من هالداب راكبه بحيث تقفز قفزه ويصيح يقول قال لا أنصحك وحدة منهن أن ترجع من حيث أتيت في من يقول أول قال لا تسلم تسلم أن ترجع قال وماذا يقول الناس في أجب بعد هذه الحروب وأنا فارس يليل وأنا أعد بعشرة آلاف قال لأسلم قال للإسلام هيك رواياتها عندنا بالأسف الشديد عشرة آلاف كتاب في مكتبة المرحوم الشيخ الطوسي لما دخلوا لحرب تقرول بيك لما دخل هذا لما دخل استقبلوا ياهم مجبوعة من هذول الشدود الوهابية الحنابلة دخلوا بغداد قبل ما هو يأمر بالقتل أخذوا يقتلون الشيعة عن بكرة أبيهم لم يبقوا رجلا إلا أن فر منهم زين ومن جملتها إجوا لعد مكتبة الشيخ الطوس اللي فيها عشرة آلاف كتاب أحرقوها على كاملها ودخلوا إلى مكاتب أخرى لعد علماء لم يذكروا بس فيها من المقاتل الحسينية ثلاثة آلاف مقتل كتاب كله باليد حرقوها ما ظلمني الآن عدنا تقريبا سبعمائة مقتل عن أحد الأساتذ أرويها في مكتبة المشهد المقدس الإمام الرضا عليه السلام زين فهذا الباب اللي تشوفه فأمير الممني عليه السلام يقل له أسلم يقل له أن الإسلام ليس بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بل يحتاج شي يحتاج الإسلام يحتاج صوم وصلاة وتقيد وتعبد ودو والأشياء كلها وأنا آخر عمري مثل ما يقول أخلي ديني وأخلي معتقدي وأجي قال لزين ما قبلته أنت فارس وأنا راجل فانزل قال نعم هاي حقك فنزل شوفش قد هذا هم بطل مو يعني تشوفه لا لا بطل كان بطل عن جد بطل يقول بنزلته لا يرى أحد كيف سل سيفه وبتر قوائم فرسه فوقع الفرس يخور بدمه واجه لعد علي بن أبي طالب فالإمام أمير المؤمنين صاح الله أكبر ضربه وهو لا يدري كيف قطعت رجله أو ساقه بهم يقولون من الفخذ بهم يقولون من الساق فبقى هو يحس بمان ضرب فأمير المؤمنين أكو بابه حتى في الوهابيين لما هجموا على الحسين ولما هجموا على النجف يجوا لعد العلامة ما أدري يسي طاهر بحر العلوم قالوا منين تثبت أنه هذا لما صار الهجوم على النجف والناس دخلت بالحرم وقامت الصيح يا علي يا أبا الحسن أدركنا يا أبا الغيث أغثنا اتكسرت الأقفال وانفتحت الأبواب قالوا لقد نزلت المعجزة وإذن بذول اللي يكمشوهم منهم من الأسرة ومنهم يقولون والله يأتي إلينا كف لا ندري كيف يضرب فيسئلون العلامة الظاهر بحر العلوم يقولون لكيف يقول انظروا إلى ضربته أولا ينتصف إما قدا إما قطا يو يقطع يو فيقد وإذا رأيتم أثر الضربة بين الطرفين من الجسم فترونه حرقا محروقا على شدة الضربة على أثر شدة الضربة لهيب في السيف يصير ها يوصف علي ابن أبي طالب بس إذا ضرب واحدة أقل من ثانية وهذه الرواية التي تقول لك احتفظ بها يقول ضربة علي يو يقول هذا ليس أنا وأنت ليس الواصل رسول الله ضربة علي يوم الخندق أفضل ليس عادل لا تشك لا ترو أفضل من عبادة الثقلين يا ثقلين من الأولين بهم يقولون حتى الملائكة مشتركة في هذه والدليل ذلك هذه الرواية العجيبة أفضل من عبادة الثقلين يقول الإمام الصادق عليه السلام لما سئل عن الثقلين وعبادتهم قال وأنا من الثقلين إمام الصادق يقول أنا من الثقلين يعني عبادتي أنا معهم إمامك الأئمة أيضا في هذا الباب داخلين فما هذه الضربة هس تجي تقيس ويامن بأي واحد يقاس أمير المؤمنين وين عزتنا لأمير واشراد منه ماذا يريد منه يريد أن نحسن نفوسنا نتخلق بأخلاق محمد وآلي محمد علي عالع لك العالي علي العالي من الرب علي ما نصبك منصوب لاشن بالنصم نصب علي بساق العرش نورك علي العلمة جبريل اسمك نزل بالتوراة وزبوره وصحف وانجيل يا آية علي عالك الآية مثل شمس الضحى على الليل يا بدر التمام التم وبسابع سمى كوكب يا كوكب خبر مسند إلك تحت العرش مسند لو لاك نسل الإسلام لا عابد ولا معبد لا سارت سفينة نوح لا سد الإسكندر سد وادا من عصى وابعد باسمك قام يتقرب قرب باسم النبي العادي وباسمك دهر يتوسل يسر يسر بالسر عذة موسى وناصر كل نبي مرسل عصاه انت الصر الثعبان وكل ساحر سجد واختل صبرت عبرت الفرعون اهلكت من طب فرعون وخسف قارون يا شهبع لجن دبليس يا صهر النبي سليمان يا محضر عرش بالقيس يا الرافع لبن مريم عيسو قبل عيسى دريس بردوسلم لابراهيم نار البسمة تلهب فتلاوي رحمة الله عليه في هذه الرائعة بردوسلم ذيش النار وانت النصر بالتابوت بالجب من عذة يوسف وعذة يونس بطن الحوت انت الفنع له للات وانت الصخط وانت الموت يمدمر ثمود وحاد يا نقمة وعذاب الصبع هذا الامام الليلة اولا كان جاهز الجيش وجهز الجيش لقتل معاوية لقتال معاوية فلما كان يجهز الجيش لقتال معاوية بعد هذه الحروب التي صارت صفين وغيرها يقول بعض الرواة انه كان يفطر عند اولاده وبناته كل ليلة بمكان ولما يفطر امير المؤمن عليه السلام كل ليلة في مكان فيقول دي كل ليلة كان عند زينب او عند ام كلثوم كنية زينب يقولون ابنته الثاني وبهم يقولون لا هي سيدة زينب سلام الله عليها يأتي امير المؤمنين للإفطار ويفطر عند ابنته تقول جبت له خبز من الشعير حشائش من الارض ولبن وملح اخذ ينظر اليها قلت ابا ما الذي يمنعك من الافطار ليش ما تفطر قال بني اتريدين ان يطول وقوفي بين يدي الله ليش اتضعين امامي ادامين شينه الادام اللي واضعت اللبن والخضرة او اللبن يقولون لا لبن وملح وخبز يعتبر انه اللبن ادام ويعتبر انه حتى الملح ادام فارفعي فوالله ما اكلت الا ما اكل محمد وما استسقت الا ما استساق محمد صلى الله عليه عليه وعليه ما اكل غير شي اللي ما اكل امير نون هذا الشي اللي يقول حتى انه رفعت احد الادامين فاكل سلام الله عليه وكان في هذه الليلة في مثل هذه الليلة يهلل ويكبر وهو يقول هي هي والله التي الليلة التي وعدنيها حبيبي رسول الله ثم رقد هنيهة يعني مثل ما يقول احنا سطح مثل ما يقول على فراشه فرأى رؤية او من باب المكاشف اللي عندنا هض قائما على قدمه وهو يقول اللهم بارك لي في لقائك ويكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم في رواية تقول نامت عيناه او اغمض عينيه وهو جالس يعني ما غفة ثم انتبه من قالت امك الفوم قال لأولاده اني رأيت في هذه الليل رؤية اريد ان اقصها عليكم قال وما هي قال اني رأيت الساعة رسول الله في منامي وهو يقول لي يا ابا الحسان انك قادم الينا عن قريب يجيء اليك اشقاها فيخضب شيبتك من دم رأسك ايو وعلي وانا والله مشتاق اليك وانك عندنا في العشر الاخر من شهر رمضان في العشر الاخر من شهر رمضان فهلم الينا فما عندنا خير لك مما في الدنيا يقول فلما سمعوا كلامه ضجوا بالبكى والنحيب صاحت ابنته وعبتا ويتمى وأقلة حيلة عيد البل يا حامي الدين عيد البل يا حامي الدين يا ملف الأرامل والمساكين بعدك يا بو يوجو خنو يا علم لك شرع المسلمين أقسم عليها بالسكوت أقسم عليهم بالسكوت سكتوا أقبل إليهم يوصيهم ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر وقالت أم كلثوم لم يزل بي تلك الليل قائما قاعدا راكعا ساجدا السلام عليك سيدي ومولا ثم يخرج ساعة بعد ساعة يقلب طرفه في السماء ينظر بالكواكب وهو يقول والله ما كذبت ولا كذبت ما كذبت ولا كذبت إنها الليل التي وعدت بغام ثم يعود إلى مصلى اللهم قائلا اللهم بارك لي في الموت يكثر من قول إنا لله وإن إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قالت قالت أمك ثم لما رأيت قلقا مت ململا كثير الذكر والاستغفار أرقت معه ليلتي وقلت أبت ما لي أراك هذه الليلة لا تذوق طعم الرقاد هاللي من دون الليالي ما غمضة تعيونك يا والي شنو السباب يا بعد حالي بو يا علي كنش دهبالي جنبليتي أي مراح ضلتالي والبيئة منك يضل خوالي قال علي السلام بني قد قرب الأجل وانغطع العمال قالت أمك ثم بكيت وقلت أبتا ما لي تنعى ما لي أراك تنعى نفسك منذ الليلة قال ابني لا تبكين فإني لم أقل ذلك إلا بما عهد إلي رسول الله ثم رجع إلى ما كان علي من الصلاة والدعاء والتضرع إلى الله أسبق وضوء لبس ثيابه نزل إلى صحن الدار تقول وكان في صحن الدار أوز غد أهدي إلى الحسن فلما نزل صحن في وجه ورفرفن في وجه فقال لا إله إلا الله صوائح تتبعها نوائح وفي غدا تغاد يظهر القضاء لما وصل إلى الباب حالجه ليفتح فتعلق الباب بمئزر أخذ يشده ويقول أشدد أشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك حيازيمك للموت فإن الموت وياه يريدك تحجير حيازيمك للموت فإن الموت ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك كما أضحك كالدار كذا كالدار يبكيك اللهم بارك لي في الموت اللهم بارك لي في لقائك قالت أمك الثوم وكنت أمشي خلفه فلما سمعته يقول ذلك صحت وقوثاه يا أبت أراك تنعى نفسك منذ الليل تفارج نايا بو يا چن كتري وتحرم شافك علينا يا صندي مجبل العيد يا بو يا حال علينا مجبل تخلينا يتامى لا تروح وتخل تنعه الروح سمع عنك يا بو يا تن غدا يلوح واشوف اليتم بعيوني غدا لحا ادفاك لحا ادفاك داك لزيدي بتشاي وينوح وخلي القلب ما يفتر ونين يا بني ما هو بنعام ولكنها دلالات وعلامات للموت يتبع بعضها بعضا فامسكي عن الجواب يقول قالت أمك ثم جئت إلى أخي الحسن عليه السلام قلت لقد كان من عمر أبيك الليل كذا وكذا وهو قد خرج في هذا الليل الغلس فألحقه فلحقه الإمام الحسن بعد ما تبعه ولحق به قبل أن يدخل الجامع فقال يا أبتا ما الذي أخرجك في هذه الساعة وقد بقى من الليل ثلث قال يا حبيبي ويا قرة عيني خرجت لرؤيا رأيتها في هذه الليلة أزعجتني أغلقتني قصها علي ثم قال أقسمت بحقي عليك إلا ما رجعت إلى الدار رجع الإمام الحسن وجد أخته قائمة خلف الباب تنتظر فأخبرها بما رأى ثم دخل الإمام إلى المسجد صلى ثم صعد المئذن رفع ووضع سبابتا في أذن التنحن ثم أذن يقول لم يبغ بيت في الكوف إلا اخترقه صوته ثم نزل عن المئذن وهو يسبح الله ويقدس ويكبره ويكثر من الصلاة على النبي وكان يتفقد الصائمين يتفقد النائمين في المسجد ويقول للنائم الصلاة يرحمك الله قم إلى الصلاة المكتوب ثم يتلو إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لم يزال الإمام يفعل ذلك حتى وصل إلى اللعين ابن ملجم وهو نائم على وجه قد أخفى سيفه تحت أزار فقال له الإمام يا غاذا قم من نومك غاذا فإنها نومة يمقتها الله وهي نومة الشيطان ونومة أهل النار ثم قال له الإمام لقد هممت بشيء تكاد السماوات أن يتفطرن منه وتنشق العرض وتخر الجبال غد ولو شئت لأنبأتك بما تحت ثيابك ثم ترك قام الإمام يصلي وكان يطيل الركوع والسجود فقام المجرم ابن ملجم لعنة الله عليه وأقبل مسرعا حتى وقف بإزاء الأسطوانة التي كان الإمام يصلي عند غام فأمهله حتى صلى الركع الأولى ودخل في الركع الثانية سجد السجد الأولى ورفع رأسه منها أيوة إمام أيوة سيدة أيوة عليا فأخذ السيف وهز ثم ضرب إمامنا وسيدنا ومولانا أيوة عليا أيوة محمد أيوة إمامه أيوة مظلومة حتى ضربه على أم رأسه رحم الله من ناد وعلي ومظلومة وسيدة آه وسيدة آه وأب الحسن فوقع الإمام أم على وجهه قائلا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ثم نادى فزدو ورب الكعب هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله ثم صاح الإمام قتلني ابن ملجيم قتلني ابن اليغود يا أيوة الناس لا يفوتكم الرجل تصوا بحيد ريب سيف بن ملجيم وقع وتفيض المحراب الدوام وقع والعرش قام يموج بسماء وعليه الروح قناح وقاب ينعى تصوا بحيد ريلك الرار بدماء أودينا الله على فراغ تعدام فاصطفت فاصطفقت أبواب الجامع ضجت الملائكة في السمام هبت ريح عاصف سودا مظلمة وإذن بجبرائيل ينادي بين الأرض والسماء بصوت يسمع كل مستيغل تهدمت والله أركان العيدها تهدمت والله وانطمست والله أعلى متقى وانفصمت والله العروة الوثقى قتل ابن عم المصطفى قتل الوصي المجتبى قتل علي المرتضى قتل سيد العوصية قتل أغو أشق الأشقية جبريل جبريل نادى بالسماء أركن الهدى طاع والله بشت لبن عم النبي وثاني الأشباح يقول لما سمع الحسن والحسين صوت جبريل صرخت الناس فخرج إلى المسجم فإذا بالناس ينادون وإمامه وعليه وسيداه فنادى الحسن والحسين وأبتاه وعليه ليت الموت أعدمنا الحياة حتى وصلا إليه بك يا بك أن شديد طلع ليه الحسن يصرخ والحسين لقو والأه راس جسام صاح ويا وساف يا أبو الحسن ليك شلون بين ملجم تج الدم يقول وجد جعد من أصحاب الإمام وجماعة وهم يشدون جرح الإمام لما وقع بصره على الإمام الحسن أمره أن يصلي بالناس تقدم الحسن صلى بالناس وأمير المؤمنين صلى إيماء من جلوس وهو يمسح الدم عن وجهه وكريمته ثم حملوه إلى بيته وداره وكانت زينب وأم كلثوم وباقي العلويات واقفات على باب الدار ينتظرنا الخبر فلما رأيناه صحن وأبته ومصيبته أي وسيداه وعلي وان توصا حات المجيب ويأي ها الشائلين ويأك ممنين وان توصا حات المجيب ها الشائلين ويأك أسمع هظل ويص يا أحصب خاف إن شتي العودي يط يقول لما رأى ذلك قال أنزلوني واستند على الحسن والحسين كي لا تفجع زينب لما سماع ها الحسن ويحسين يصاح ويا زينب زيد لي ويا أبونا نطب رويل راس نظ صاح وحم لأ الدم عط إلى عقب يا 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 وجوغن ألف واسفع لحم الجار ينصاب أو دم الرأس بالمحراب ينصاب ينصاب المات إلى بيوم العيد ينصاب الإنس والجان نصبت لعزيه يا يا الإنس والجان نصبت لعزيه يا 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 عزيه اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبني سر المستودع فيها صل على محمد وآله وحشرنا في زمرتهم اللهم عجل وليك الفراج اللهم عجل لوليك الفراج اللهم عجل لوليك الفراج اللهم عجل لوليك اللهم صل على محمد وآل محمد وحشرنا في زمرتهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عينا أبدا نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لكل مريض وكل من دعا خاصة أخي الدكتور رعد يسألنا الدعاء لولده ريان إن شاء الله الشفاء وفي جميع المرضى بحق محمد وآله فبالنبي وآله إلى ممات على الولاية رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوغة بالصلاة على محمد وآله محمد محمد صلي على محمد وآله محمد إن شاء الله أيضا نتهيأ الليلة لمراسيم الإحياء ونقوم بمراسيم الإحياء إن شاء الله من دعاء رب المصاحف ودعاء الجوشن الكبير لحق محمد وآله الطاهرين أفلح من صلى على محمد وآله محمد الله صلي على محمد وآله محمد شكرا